برح وزارة الزراع علنت عن وصول صادرات الموالح المصرية لمليون وتسعمية ألف طن وده لأول مرة خلال النص الأول من عشرين تلاتة وعشرين ده طبعا بيأكد دور كبير بتلعبه الدولة ومجودات كبيرة بتتم للمصدرين ده لتسهيل التصدير للخارج أكيد خلالنا نرف تفاصيل أكتر عن دور الدولة في تسهيل إجراءات للمصدرين وهمية وصول صادرات مصر لهذا الرقم الكبير معنا على تليفون دكتور محمد القرش المتحدث الرسبي باسم وزارة الزراعة صباح الخير عليك يا فندي صباح الخير يا فندي صباح الخير يا أشار يا أهلا بحضرتك عايزين نعرف إيه الجهود اللي تمت عشان نصل إلى هذا الرقم يا الأول سمحنشت بحضرتك وطبعا جهود كبيرة جدا تمت عشان نصل إلى هذا الرقم نحن نتكلم على مشروعات لزيادة القدرة الإنتاجية زي مشروعات التوسع في الأراضي الجديدة واستصلاح الأراضي الصحرائية وأيضا مشروعات أخرى لها علاقة بزيادة الكفاءة الإنتاجية وزيادة إنتاجية وحدة الأرض وإنتاجية وحدة المية وده بالتالي العكس بزيادة الإنتاج أيضا إضافة لأنه كمان فيه مشروعات تم تنفذها كان هدفها خدمة الفلاح والمزارع المصري وتعظيم جودة الإنتاج بشكل كبير والحمد لله كل هذه العوامل أدت إلى وجود منتج عالي جودة بيتم تقديم المواطر المصري محليا أو بيتم تصدير الخارج ومع خروج مثل هذه المنتجات عالية الجودة بلاقي ثقة دولية كبيرة بتقع على المنتج الزراعي المصري والحمد لله ده بيسهل لنا فتح أشواء جديدة وبالفعل تم فتح أكتر من 80 شوق جديد خلال الفترة الأخيرة طيب نقدر نقول يا فندم أن مضاعفة التصدير ده ناتج عن يمكن جهود الحجر الزراعي والمعامل التابعة للوزارة والمجلس التصديري من خلال تعاون مع السفارات المصرية والتمثيل التجاري المصري بالخارج طبعا زي ما حضرتك قلتي ده جزء مهم جدا كل هذه الأطراف المعنية والحاجة الكبيرة بيؤمنة لقى التنسيق مع مختلف دول العالم واني بقي تواصل مستمر معاهم علشان نقدر نفتح الأسواق الجديدة ونقدر ننظم من عمليات وصول البضائع والشحنة في المصرية وده بالفعل بيحصل والحمد لله يعني كل الأطراف سواء الخارجية من وزارة التجارة والصناعة والمجلس التصديري الحاجة للزراعي طبعا كبير جدا بيؤمن به منظومة التكويد اللي بيتم تطبقها كل الأطراف الحقيقة الأطراف كتيرة جدا مشتركة في هذه المنظومة كلها بتزاهم في زيادة الفرص أو فرص التعاون مع مختلف دول العالم وليكون عندنا قدرة على الوصول لهذه الدول الحمد لله احنا دخلنا لدول عريقة في مكان ضمان جودة المنتج زيادة تحدى ربي كل دول اللي تحدى ربي تشارل معنا الحمد لله بنتكلم على اليابان على الصين على مختلف دول العالم كل قرات العالم بتتعامل معنا في المنتجات الزراعي المصرية الحمد لله عظيم وحضرتك بتتكلم دلوقتي عن فتحة أسواق جديدة يمكن الحجر الزراعي الخاص أو بتاع نيوزيلندا معروف نوع مشدد قوي وليه اشتراطات مشددة فالوصول إلى نيوزيلندا وإن احنا نفتح باب للتصدير هناك أعتقد ليه أكتر من رسالة بالإضافة إلى طبعا زيادة تصديرات من الموالح المصرية ومنتجات الزراعية المصرية بشكل عام ده بيعطي ثقة زي ما حد كنت تتكلم في البداية ثقة في المنتج الزراعي المصري لكل دول العالم طبعا ده الحقيقة واضح جدا وسوء نيوزيلندا من الأسواق اللي كان في الحمد وكان سوء من الأسواق اللي نادر نقول عليها بيطبق اشتراطات قاسية سوء الياباني أيضا من الأسواق اللي بطبق اشتراطات قاسية بتوصل لتركة عشان منتج ترعي يخش اليابان من دولة جديدة كان لابد تصل إلى موافقة البرلمان يعني يبقى فيه ضمان جاوزة المنتج وتم عرض الأمر ويصل إلى البرلمان هناك لإقرار خول مثل هذه الشحنات فالحقيقة إجراءات قاسية بيتم تنفذها ولكن كل ده احنا قدرنا نتجاوزه بفضل جاوزة منتج المصري بفضل وعي الفلاح المصري بفضل تعاون مختلف الأطرار اسمح لي الحضيف تتكلم عن الاشتراطات هل الاشتراطات واحدة في كل الدول ولا فيه اشتراطات مؤقتة في دول يعني اشتراطات دخول المنتج الزراعي لسوق هذه الدولة طبعا احنا الاشتراطات بتختلف من دولة لدولة احنا بنتكلم على بعض المواصف قاسية اللي بيكون موجودة في كل دولة احنا طبعا عندنا دولة مصري فيه مواصفات قاسية احنا بنتطبعها ونلتزم بها في دول أخرى تحب تزود بعض المواصفات نحن نلتزم بهذه المواصفات التي تقوم بها الدولة لكن معظم الدول التي نتعامل معها يجدنا تفويض ثقة في الأجراءات التي تتبعها وثقة في تتبعنا للمواصفة القياسية تبدأ بعض هذه الدول تجدها تفويضات لأننا نعتمد المواصفة من عندنا هنا من النصر والحمد لله نحن نلاقي دول كثيرة بدأت تلغي بعض الفحوصات القطفية التي تكون مفروضة على المنتجة الزراعية من على الصدرات المصرية ثقة في جوزة المنتج الزراع المصري وكل ده طبعا يكون أداة من الأدوات التي تساعدنا في فتح مزيد من الأسواق والتنصير على المختلفة لو كلمنا عن يمكن أهم الصدرات المصريين نجحوا أنهم يصدروها للأسواق الخارجية كانت إيه يا فندم؟ طبعا بلا شك الموالح المصرية واحدة من أهم الصدرات التي تم تصدرها أو بيتم تصدرها بشكل مستمر بالسلعة والمختلفة الموالح ننتكلم فيه وصلنا رقم أكتر من 1-9 من 10 مليون تن وده رقم معسر ورقم مبشر وأكد إن شاء الله يكون فيه مزيد من التطور تعد لنا الرقم ثاني بعد إذنك قد إيه؟ تقريبا 1-9 من 10 مليون تن من الموالح تم تصدرها أيضا البطاطس احنا تجاوزنا 80 ألف طن وده برضو رقم مؤثر جدا ورقم مهم جدا وده بيخلينا نحصل على مرات الدولية متميزة في العديد من المنتجات طبعا هنلاقي الموالح احنا الدولة الأولى على مستوى العالم الفراولة أيضا الدولة الأولى على مستوى العالم البطاطس احنا لنا تركيب تميز جدا فيها وكذلك في البصل والتوم كل دي من المحصيل اللي فيها الرياضة مصرية ولينا تركيب دولة فيها في حجم وكم صدرات الانتجام عظيم من الحاجات المهمة برضو اللي قمت بها حذك ذكرتها دلوقتي هو نظام التكويد عايزين نفهم عنه أكتر هل مثلا نحنا بنكود هذه المزرعة بنعرف المنتج اللي خارج من هذه المزرعة عامل إيه فما بنحتاجش أن احنا نسحب عينات كل فترة ونقوم بعملية التحليل لها لتأكد من خلوه هذا المحصول من المتبقيات وخلافه ولا بالضبط أن احنا كودنا هذه المزرعة فخلاص احنا وثقين تمام الثقة في هذا المنتج لا طبعا احنا عملية التكويد احنا برضو بنقوم بعملية الفحص وعملية المتبعة والتطيق ولكن فكرة التكويد اللي بتقول لنا أن كل منتج خرج من أي مزرعة وكم التعمل معا من أي مركز تعبية وتغليف أو مركز الفارس وبالتالي احنا عارفين كل الأطراف اللي تدخلت على هذا المنتج حتى يصل إلى المستهلك فبالتالي لو لقينا أن في مخالفة وفي أمر لم يتم الالتزام دي بالمواصفة والمعايير المطلوبة بنقدر بنرجع بسهولة لتسبع الأطراف اللي تعملت على هذه المنظومة عشان نصل إلى الفرض اللي أثر في عمليات الإجراءات الخاصة بضمان جودة المنتج وبالتالي نقدر نعدله عملية الإجراءات اللي نوم بيها علشان يحسن من جودته وبالتالي ده بيدينا فرصة لنحنا نقدر نصل ونقدر نعمل عملية تتبع سريع للمنتجات وفي النهاية بيخلي المواطن أو الدولة اللي نصدر لها لو لقى أن في أي إجراء بسهولة جدا نقدر نوصل لصاحب هذه الرسالة ونقدر نقوم بتعديلها وبالتالي ده يخلينا فيه ثقة دايما متتمرة ومتثالية مع مختلف دول العالم ومع المستهلك المصري نشكرك دكتور محمد القرش المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة كل شكرا لك يا فندم